بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا مع الشابتر الخامس Pumps ومازلنا مع Centrifugal Pump وفي هذا الجزء ان شاء الله هنتكلم على Design و Calculation for Centrifugal Pump في هذه المحاضرة ان شاء الله هنتناول تعريف Specific Speed and How to Calculate for Centrifugal Pump Specific Speed واستخدامها في Classification of Pump ثم Velocity Diagram وكيفية رسمه وهيدروليك باور ترانسفير توزا امبيلر وازاي نحسبها والبام efficiencies الكفاءات الخاصة بالبام ثم Calculate Calculation of the Volume Fluorate ازاي نحسب الفلوريت خلال البام وتأثير البليد أنجل قات أوتلت على أداء البام نبدأ بالجزء الأول وهو Specific Speed of Centrifugal Pump الSpecific Speed تعرفها هي السرعة اللازمة لإدارة البام لإنتاج واحد ميتر كيوب بير ساكن وإعطاءها واحد متر هيد يعني يكون الهيد واحد متر والفلوريت واحد متر كيوب بير ساكن وممكن نحسبها لها two Definitions Dimension Specific Speed وده بتحسب عن طريق القانون الآتي N في جزر الكيوب على G في H قس 3 على 4 وبيتم التعويض في هذه المعادلة ال-N بتكون 1 بير ساكن اللي هي السبيد الفلوريت بيكون متر كيوب بير ساكن عجلة الجاذبية طبعا متر بير ساكن سكوير والهد بالمتر اما ال-Specific Speed او ال-Dimensional Specific Speed دي بيتم حسابها من القانون الآتي اللي هو N في جزر كيوب على H 3 على 4 بس ال-N في هذه الحالة بيعود عنها بال-R ب-M و الكيوب بالمتر كيوب بير ساكن والهد بالمتر وهي دي القيمة اللي بتستخدم في عملية التصنيف للبام عملية التصنيف بتعتمد على قيمة ال-Specific Speed يعني لو احنا حسبنا ال-Specific Speed وطلع الرنج بتاعها من 10 ل-30 ففي الحالة دي بنستخدم Low Speed مع Radial Embellar او الفلو بيكون Radial في الخروج من ال-Embellar اما ال-Medium ده من 30 ل-50 برضو نستخدم ال-Radial من 50 ل-80 بيبقى High Speed برضو مع ال-Radial لكن لو زادت ال-Specific Speed عن 80 يعني من 80 ل-160 في الحالة دي بنستخدم الميكسيد في Low Embellar اما لو زادت عن كده في رنج اكبر بنستخدم الأكسيال في Low Embellar والفرق فيه اختيار نوع ال-Embellar هنا هو الكفاءة يعني ليه بيتم التصنيف بهذا الشكل لو بصينا للشكل ده الشكل ده بيوضح محور الافقي فيه هو ال-Specific Speed والمحور الرأسي فيه هو الكفاءة فهنجد ان ال-Radial بيبقى الكفاءة بتاعته لو بصينا للكيرف ده الكفاءة بتاعته اعلى ما يكون في هذه النقطة ولذلك هو اكثر ملاءمة لما تكون ال-Specific Speed في هذا الرنج يبقى يفضل استخدام ال-Radial اللي هما الثلاث انواع اللي بالشكل ده اما لو زادت عن كده فبندخل في الجزء التاني اللي هو الميكسد وشكل ال-Imbellar بيبقى بالشكل ده والخروج ما بيكون لا هو في اتجاه ال-Radius ولا هو في اتجاه ال-X ولكن واخد ميل in-between بالشكل ده وفي الحالة دي الرنج بتكون اعلى كفاءة عند الميكسد فلو مع هذه القيمة لل-Specific Speed طبعا لو ال-Specific Speed زادت اكتر من كده فال-Axial فلو هو اللي بيعطي الكفاءة الاعلى يبقى تصنيف واختيار ال-Imbellar طبقا لل-Specific Speed وذلك لان الكفاءة بتختلف طبقا لل-Specific Speed